أزور الحل الشاكر في حاجة عايزة ما تشعر لقلي وإذا باركو هرجع لهم تاني يعني شي محمد عبد المنعم حتى هذه اللحظة مع نيس تجربته أو يعني بدايته جيدة ولا لأ؟ هي بداية صعبة كل اللي عاوز يعرف القصة بتاعت محمد عبد المنعم يعني يبقى يتفرج معنا ويركز معنا كده أول حاجة احنا لازم نفهم إن محمد عبد المنعم لما ميشي من مصر هو مش رايح الدورة الفرنسي بفان دايك عشان دي نقطة مهمة جدا أنت بتتكلم على كواليتي مختلف تماما بتتكلم على واحد من أكبر دورات الخمسة في أوروبا وبتتكلم على مستوى لعيبة وصراعات ومهارات مختلفة تماما عن اللي كانت موجودة في الدول المصري أو في أفريقيا أو حتى كمان مع المنتخب أما نيجي نستعرض دلوقتي الصور بتاعة محمد عبد المنعم لازم نفهم حاجة يا كريم في نوعيتين من المدافعين في المدافع اللي هو الاستباقي مع إنه ما بحاجتش أتكلم باللغة دي بس الاستباقي دا اللي هو دايما والكورة في رجل اللعيب اللي بيكون في رجل الفرق اللي معاك الراجل على طول بتلاقيه زائق مع الوينج أو زائق مع الفرود أي حتة من الملعب عشان خاطر يسبقوا قبل ما راجل يستلم الكورة وفيه المدافع اللي هو الرقابي اللي هو الراجل اللي بيلم دايما وراء المساحة اللي بيخش فيها المدافع الأولاني مين اللي كان بيعمل كده في مصر كان رامي ربيعة أو ياسر برايم هو اللي بيطلع ومحمد عبد المنعم هو اللي بيلم بسبب سرعته اللي حصل في فرنسا هو العكس تماما أول حاجة لأني دايك بالأربعة ثلاثة ثلاثة هو دايما بيلعب ثلاثة خمسة ثلاثة أول مباراة شارك فيها لما نيجي نستعرضه شارك فيها يا كريم مساك مساك الثالث على الشمال وده ما كان طب ماشي دي أول مباراة خالص لنيس الأول مباراة شارك فيها محمد عبد المنعم مباراة قدام مارسيليا وكان بيلعب عليه لعيب اسمه لويس إنريكي لعيب برازيلي مرعب أما تيجي تبص هنا محمد عبد المنعم هتلاقيه دايما يا كريم بيطلع برا مكانه بيحاول يقابل من نص الملعب وهنا كانت المشكلة أنه دا مكان جديد عليه دوسوس هو اللي عليه الدائرة أول ماركورة تلاقيه هتلاقي بص محمد عبد المنعم طالع وراء الوينج لحد بص فين لحد بعد نص الملعب انت نادرة أنا ما كنت بتشوف محمد عبد المنعم مع النادي الأهلي في الأماكن دي بص يا كريم لحد فين حتى الكرة دي اللي هو راجل رقص محمد عبد المنعم ودخل فيه كوبري وبتاع بص محمد المنعم كريم بيقابل منين دا أماكن غريبة جدا على محمد عبد المنعم لازم ياخد الوقت بتاعه لغاية لمحمد عبد المنعم يقدر ياخد السنس بتاع المكان دي كانت المباراة الأولانية دا التشكيل تاع المباراة الأولانية محمد عبد المنعم هو المساك الثالث العليمين وده المكان اللي ما كانش بلعب فيه خلاص محمد منع كان بلعب على الشمال في طريق أربعة وهنا بلعب ثلاثة شوف الصورة اللي بعدها هتلاقي دي أماكن استخلاص محمد عبد المنعم للكرة في المباراة هتشوف إن الأماكن كلها فينا كريم يا في نص الملعب يا بعد نص الملعب للفريق المقابل مش هتلاقيه خالص بقى هنا دي الأماكن اللي لمس فيها محمد عبد المنعم الكرة في أول مباراة قدام مرسلية هتلاقي معظم برضو الأماكن اللي لمس فيها محمد عبد المنعم الكرة دايماً بتكون عند نص الملعب شوف على طول الصور اللي بعدها هنا الخريطة الحرارية بتاعته بص هتلاقي أكتر أماكن هو متواجد فيها دايماً عنده نص الملعب عشان هو دايماً بيطلع من مكانه وده اللي جديد على محمد عبد المنعم نتفرج على الصور اللي بعدها على طول برضو نفس الكلام دي بقى المباراة التانية اللي أنا بشوف إن محمد عبد المنعم اتحسن شوية لعب 45 ديئة فقط ولكن حصل على انذار وهاجي بقى للمدير الفاني بتاعها هنا محمد عبد المنعم بيلعب فينا كريم بيلعب على الشمال بقى المراتي اللي هو بيلعب على المكان اللي كان الشبه اللي بيلعب فيه في النادي القالي بس بطريقة لعب ثلاثة تعال نتفرج على شوية حاجات وقول لك ليه الموضوع مش هيبه السهل على محمد عبد المنعم دي برضو نفس الكلام دي أماكن اللي لمس فيها محمد عبد المنعم الكرة برضو هتلاقيها كلها برضو ناحية نص الملعب بعيدة شوية عن التمنتاشر الصورة اللي بعدها برضو نفس الكلام هتلاقي دي الأماكن اللي استخلص فيها محمد عبد المنعم الكرة وحظه السيء انه هو عمل فاول واحد بس الفاول ده هلخذ على انذار بسببه انه هو طلع بره الملعب اما تشوف ان محمد عبد المنعم الالتحامات الأرضية خد أربع التحامات من خمسة وده رقم جايد جدا ولكن المشكلة دايما هتكون عند محمد عبد المنعم وده اللي وجدته وشفت اول مبارتين في الالتحامات الهوائية الكريم الموضوع هناك صحب جدا لعيب عقوية جدا لعيب عقوية ولسه هتشوف دلوقتي فيه لقطات كان بتحصل في النادي الاهلي محمد عبد المنعم كان بيزبق فيها محمد عبد المنعم مشقاد خريطة الحرية نفس الكلام برضو هتلاقيه زاء لمص الملعب نشوف بقى نتفرج على الحالات بتاعت المتش الاخراني هنا اما تيجي تتفرج على محمد عبد المنعم هو اللي وقف تحت العلامة بتاعت اللي هو النتيجة بتاعت المباراة على طول واقف مع الوينج بتاع فرقة لانس اول ما الكور هتتلاعب هتلاعب على طول يا كريبي محمد عبد المنعم بيزق وهنا مفروض انت كلعيب لما بتطلع من المكانك ولتلعب اللعب الصباقي ده اول حاجة عندك ما تخليش المدافع يلف اول ان انت تقطع الرجل ما تسيبهوش الحرية فهنا محمد عبد المنعم فدل وقف مع الرجل تطور شوية عن المباراة اللي قبلها فمحمد عبد المنعم فدل قافل مع الرجل وزمق عليه لغاية تقريبا اعتقد ان الكورة دي هتطلع قوت نشوف الصورة اللي بعدها برضو هبدأ اوريك بقى الاختلافات اللي موجودة عن الدور الفرنسي عن الدور المصري عشان الناس بتقطع في محمد عبد المنعم وسبح لقول لك كده كريم عبد المنعم لعيب كبير ولسه هيجي منه كتير قوت هنا دي واحدة من الكور كات كورنر تقدر ان هو يطلع بشكل كبير جدا ومميز جدا طلع الكورنر ده هتلاقيه اول واحد طلع اخذ الكورنر وهي دي للتحام الوحيد الهوائي اللي محمد عبد المنعم كذبه وشوفه وطلع اعلى من الناس كلها بعد كده نشوف بقى الصورة بعدها عشان اكلمك على الموضوع اللي بكلمك عليه في الصورات هنا نفس الكلام محمد عبد المنعم في بعض الارتباكة كريمة محمد منعم هنا في الكورنر دي وقع ودي مش اول مرة يقع وقع برضه في المباراة الاولانية كذا مرة ده كله اللي بكورة هيفهم في سن التوتر شوية عند محمد منعم وده برضه طبيعي اجواء مختلفة تماما ولكن هنا دي كتورده واحدة من الهجمات الخطرة جدا من نادي لانس على نادي نيس نشوف بقى الكورة اللي بعدها نفس الكلام برضه هتلاقي ان محمد عبد المنعم دي الكورة كانت خطرة جدا وكان محمد منعم صغوطه يعني كان ممكن يؤدي الى مشكلة هنا نفس الكلام كورة اول ما تقطع كريم اول ما الكورة هتنزل نكمل الكورة اول ما الكورة هتنزل محمد عبد المنعم بحاول تاني ان هو يرجع التمركز بتاعه وبدأ يستعيد الثقة اول قطع دي كانت في المباراة عنده كانت في الديئة 12 وقطعها بشكل مماس جدا من غير فول ودي كانت بداية ان محمد عبد المنعم بدأ ياخد نفسه شوية في المباراة هتلاقي الراجل هنا قطع ودي صعبة جدا في منطقة الجزاء نشوف الصورة الحالة اللي بعدها برضه نفس الكلام عشان اكلمك على الكورة بص يا كريم هنا نفس الكورة دي اول ما الكورة هتتلعب محمد عبد المنعم برضه هيقوم رايح ضاغط على الراجل سايب مكانه مرحل اللي برو هياخد مكان محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم برضه هيقوم قطع الكورة وبالمناسبة دي كانت اول مباراة لمحمد عبد المنعم وهي علي العبدي الباكليفت التونسي الرائع اللي بيساعد محمد عبد المنعم بشكل كبير جدا في موضوع الترجمة انت عارف طبعا الإخوة التوانسة مميزين جدا في موضوع اللغة آخر بقى كرة اللي هقولك عليها دي وهي اللي مهمة جدا عشان أريك الفرقات والكواليتي اللي موجود في الدوري الفرنسي نشوف الصورة اللي بعدها على طول هنا نفس الكلام هنا محمد عبد المنعم الكرة الفتادي يا كريم أول ما أطحها كان دايما حابد المنعم بأطحها بيرجع ياخدها هنا لما ضرب سبارينت مع الراجل مفيش الكلام ده موضوع صعب جدا 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 يعني انت سرعات هناك مختلفة بشكل كبير المهارات مختلفة بشكل كبير كرة اللي بعدها أكتر كرة هتوريك هنا نفس الكلام لغاية ما الكرة بتطلع قوي التاني نشوف بقى الكرة اللي بعدها الأخرانية عشان أقولك الموضوع مش بصور هنا محمد عبد المنعم اللي واقف مع الراجل في نص الملعب واحدة واحدة بقى هنا محمد عبد المنعم أول ما طلع يقابل الراجل فالراجل أم مسلم بصوا حمام ما نمزه معا الحد فينا كريم بصوا بقى الكرة لما تيجي النادي لانس هيبدأ الراجل يضرب سبرينت هنا محمد عبد المنعم درب معه سبرينت نكمل بقى الراجل هيلا بصوا حمام ما بنعم سابقه الـ Sirent اللي متعمل والكرة تلعبت سروق مفروض محمد عبد المنعم سابق بقي هنا بقى الجودة بتاعت لعبة الدورة الفرنسية محمد عبد المنعم رغم ان هو سابقه محمد عبد المنعم حاول ان هو يحط جسمه زي ما بيعمل في الدور المصري ولكن اللي حصل ان الراجل خبطه هي دي كلها الخبرات اللي هو لازم يكتسب السرعات اللي موجودة في الدوري الفرنسي مختلفة تمام الاختلاف عن الدوري المصري يا جماعة نهدى على الراجل وتاني هقول انت طالع من الدوري المصري حتى لو محمد عبدالله إمكانياته رهيبة هو مش هيبقى فندايك ولا هيبقى سيرجي راموس من أول مطشين تلاتة لازم أول حاجة تتعاود عطلية اللعب بتاعة التلاتة عشان هو كان بلعب طول مع النادي الأهل الأربعة أو مع منتخب مصر وفي نفس الوقت الاحساس تاعة التمركز بتاعه مهم جدا والحاجة الاخيرة كريم الوضع بتاع محمد عبدالمنعم اللي اتفرج على مطشة 45 دي تطور كبير جدا لمحمد عبدالمنعم في الوقفة بتاعته في الكاونترز في الهجمات المرتدة فده تطور لمحمد عبدالمنعم وأتمنى الناس تهد عليه شوية ممتاز